ولكن ماذا عن دور مصر الإقليمي والدولي والعالمي والمسؤولية التاريخية الملقاطة على عطقها مصر تلعب ولا تزال دورا فعلا تجاه الأزمات التي تمر بها الدول العربية بما لها من قوة ومكانة ولالتزامها التاريخي تجاه الدول العربية وتكسد الدعم المصري المباشر لأزمات بعض الدول العربية في حرصها على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاي الأزمات من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية انطلاقا من مرتكز أساسي وهو الحفاظ على الأمن القومي العربي تلعب مصر ولا تزال دورا فعالا تجاه الأزمات التي تمر بها الدول العربية بما لها من قوة ومكانة والتزامها التاريخي تجاه الدول العربية الدعم المباشر المصري لأزمات بعض الدول العربية تجسد في استضافتها العديد من الاجتماعات الخاصة بالأطراف ذات الصلاة فضلا عن حرصها على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وباعتبار القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وانخراط مصر تاريخيا في دعم الشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه أكدت مصر مرارا خلال كلماتها أمام المحافل الدولية على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كما كان لمصر دور بارز في الوسطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء التصعيد بين الجانبين في قطاع غزة تكلل آخرها بتوصل الفصائل الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد توتر دامأي فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا استضافت مصر اجتماعات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيرتها من النيجر والسودان برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتي واستطاعت اللجان خلال مناقشتها إقرار اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب بالنسبة للوضع في السودان أكدت مصر احترامها لإرادة الشعب السوداني وشددت على أن جهودها من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان الشقيق تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلاة وتستند إلى عدد من المحددات والثوابت أبرزها ضرورة التواصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان كما عملت على استقبال آلاف المواطنين السودانيين العالق وفي سوريا كانت جهود مصر حاضرة من خلال مشاركتها في الاجتماعات التشاورية لبحث الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتواصل لحل سياسي للأزمة التي تكللت بعودتها إلى جامعة الدول العربية موقف مصر من الأزمة في اليمن أيضا كان واضحا وهو مساندة جهود التواصل لحل سياسي شامل يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه وتواصل مصر وقوفها إلى جانب الأشقاء والعمل من أجل السلام لتسوية الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبط محاط الشعوب وتحتارم قواعد الشرعية الدولية